كثيراً ما يمر الفرد بما يسمى بمرحلة المراهقة المتأخرة ربما يعود ذلك إلى عدم انتهاء المرحلة الأصعب كما يقال عند سن الثامنة عشر فبالنسبة إلى خبراء بريطانيين في علم النفس فإن بلوغ الإنسان سن الثامنة عشر لا يعني تحوله من مراهق إلى بالغ إذ حدد الخبراء سناً يعتبرونها تعكس حالة الإنسان البالغ فعلياً وهي الخامسة والعشرون فحتى وقت قريب كان يعتقد العلماء أن الدماغ يكمل مراحل نموه الأخيرة في سن الطفولة المبكرة لكن في حقيقة الأمر فإن الدماغ يواصل نموه حتى السنوات ما بين الخامسة والعشرين والثلاثين كما وجد العلماء أن ذلك يتضح بشكل جلي عندما يتعلق الأمر بالقدرة على التحليل المنطقي والتخطيط واتخاذ القرارات الصحيحة هذا وصنف العلماء مراحل المراهقة إلى الثلاث الأولى ممتدة بين الثانية والربعة عشرة أما الثانية فتبدأ ما بين الخامسة والسبعة عشرة والثالثة تبدأ من سن الثامنة عشرة إلى ما بعد ذلك أخصائيون نفسيون اعتبروا أن تأثير العادات والثقافة والمحيط الضيق على الإنسان قد يشكل عائقاً في بعض الأحيان أمام دخول المراهق إلى عالم البالغين والتفاعل معهم لهذا ومن وجهة نظر الإختصاصيين فإن هناك راشدين لا يزالون يفضلون متابعة أفلام الرسم المتحركة هلقاً ديل العربية